منذ قليل انتهت مباراة تونس مع ناجيريا زي ما قلت لكم تونس لعبت مباراة كبيرة جدا الجمهور المصري عمل حالة مع فرجاني وتحديدا جمهور نادي الزمالك واعتقد ان لو كان علي معلول كان موجود برضو كان جمهور نادي الاهل هيعمل نفس الحالة مع علي معلول يعني يظل اسماء كبيرة ويظل منتخب التونس الشقيق منتخب عرب الشقيق كلنا وقفتنا معاه وسندناه زي ما سندنا المنتخب الموريتاني وزي ما سندنا طبعا المنتخب الجزائري وما زلنا بنسند المنتخب الجزائري تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وطبعا كلنا كنا ورا منتخب مصر واكيد بكل المقاييس بنقول ان المنتخب الجزائري قدم صورة مشرفة هو المنتخب التونسي عن الكرة العربية ظل منتخب مصر منتخب كبير كنا نتمنى نبقى لعب في النهائي ولكن خارج من دول 16 منتخب الموريتاني قدم صورة ملحمية ومشرفة في أول مشاركة لي في الكان وعمل بطولة ولا أروع وكلنا كنا متعاطفين بل وفاجئنا المرابطون بمستوى رائع جدا بنتكلم على المنتخب الجزائري المنتخب الجزائري عمل ملحمة في البطولة كلنا وراء الجزائر طبعا دي كواليس للقاء تونس وناجيريا برضو فرجاني منور الصورة كالعادة والبدري وكل نجوم تونس لعبوا مباراة كبيرة ناجيريا بقامتها الكبيرة في القارة الافريقية أيضا عملت مباراة كبيرة التونسين عملوا كل حابية في البطولة عدوا غانا وما قدركم ما غانا غانا منتخب قوي جدا 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 المباراة كانت صعبة نرد حتى لو بتلعب ثالث ورابع برضو بيبقى شرف ليك ان انت تحصل على مركز شرفي مهم جدا المركز التالت انا عجبني جدا طبعا الملاعب والسدادات في البطولة حاجة هيلة جدا وصورة مشرفة لمصر فانا بقول لكم بذكر اللقطات دي ان شاء الله يوم الجمعة في استاذ القاهرة سيتزاين استاذ القاهرة بالجماهير المصرية والعربية وان هنا بأكد وبعيد وبزيد وبقول طالب كل جماهير مصر وطالب كل جماهير مصر اللي يقدر يروح يشجع المنتخب الجزائري يوم الجمعة اللي جاية يستحق او تستحق دولة الجزائر العربية الشقيقة من ننا كلنا ان احنا نساندها في هذه المباراة الفاصلة والنهائية في الكان امام السنغال في نهاي كأس الامم الافريقية مش كل يوم بنفرح يعني بمنتخب عربي بسهولة ان يوصل للنهائي منتخب مصر كان يوصل للنهائي في النسخة الاخيرة امام الكاميرون كلنا كعرب طبعا احنا كمصرين ده لازم طبعا ده وطننا واحنا كلنا كنا نتمنى ان مصر تكسب الكاميرون لو تونس وصلت امام الكاميرون كنا كلنا هنبقى مع المنتخب التونس اي منتخب عربي واجب على كل عربي انه هو يساند هذا المنتخب طبعا لأسباب كتيرة جدا لو انا اتكلمت في السياسة هقف من هنا حد ما البرنامج شهر شهورين اتكلم على قيمة الجزائر وحب الشعب الجزائري المفوض يبقى موجود جوانا زي ما احنا بنحب كل الدول العربية فالنهذا الجزائر بتلعب مطش صعب جدا 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 مع وسود الترنجة مباراة كبيرة جدا هشهد السادة القاهرة انا عارف فيه زحف جماهيري جزائري كبير جدا هيبقى موجود ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية واحنا كلنا هنساند ان شاء الله المنتخب الجزائري الشقيق كلنا وراء رياض محرز وعايز اقول لكم ان كل المسؤولين المصريين زي ما شفنا في حفل الافتتاح هذا الافتتاح المبهر اللي كان موجود فيه طبعا القيادات السياسية وعلى رأسهم طبعا اكبر قيادة سياسية هو طبعا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان حفل افتتاح مبهر انبهر به كل اللي تابعوه ان شاء الله يبقى حفل ختام مبهر ايضا وختام رائع جدا في بطولة بحي كل القيادات السياسية على تنظيم هذه البطولة والاشراف عليها وبحي طبعا معالي الدكتور اشرف صبح وزير الشباب ورياض وكل المسؤولين عن تنظيم وكل الجهات المسؤولة عن تنظيم هذه الصورة المشرفة لمصرنا الحبيبة يكتمل بقى الكوكتيل الجميل دوت والصورة الجميلة ان شاء الله بان الجزائر تفرحنا ومحاربه الصحراء يفرحونا ومحرزوا اعوانه والبلايلي وبغداد بنجاح وكل نجوم الجزائر اللي احنا حبناهم جدا وادم والناس مش عايز انسى حد عملوا بطولة ولا اروع في هذه البطولة ان شاء الله كل التوفيق لمحاربي الصحراء نجومنا الكبار نجوم العرب ان شاء الله في النهي